شكرا سيدة السادة الوزراء سيدة السادة أعضاء المجلس الوطني سيدة السادة ممتل وسائل الإعلام أيها الفضل الكريم في البداية أرحب بجميع الحاضرين لأشغال هذا المجلس الوطني الثالث بعد انعقاد المؤتمر الوطني السابع يوم 4 مارس 2022 أتمنى نجاح أعمال هذه الدورة باعتبارها مناسبة تنظيمية سنوية منصوص عليها في أنظمتنا الأساسية والداخلية فلقد كنا حارسين منذ المؤتمر السادس للحزب في سنة 2017 على أن يكون التجمع الوطني للحرار مؤسسة للحكامة الجيدة والتدبير العقلاني المبني على الوضوح في الرؤية والتصور وإننا وإنني لست بحاجة للتذكير بأن حزبنا واضب على انعقاد لقاءاته التنظيمية وحارس على انتظاب مواعدها كما أنني لست بحاجة للتذكير بحرصنا الشديد على احترام الديمقراطية الداخلية وتكريس منظومة القيم التي تجمعنا في هذه المؤسسة الحزبية على مر التاريخ والتجارب السياسية بالفعل إن التجمع الوطني للأحرار أضحى اليوم مرجعا في التدبير السياسي للمؤسسة الحزبية ومشاركة الجميع في القرار الحزبي وبنفس الجدية يعد التجمع الوطني الأحرار اليوم نموذجا رائدا في إرساء قواعد التدبير الإداري والمالي الشفاف وهو ما تظهره التقارير من خلال التدقيق في حسابة الأحزاب السياسية ونفقات الدعم العمومي السنوي المقدم من طرف الدولة أخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني إن أشغال مجلسنا الوطني تنعقد في ضرفية كتشهد فيها المملكة تقدما نوعيا على مختلف المستويات والأسعاد وبقدر ما يعمق هذا التقدم شعورنا بالاعتزاز فإن بالموازات مع ذلك يعكس الموقع المتميز التي باتت تحتلوه المملكة المغربية على الساحة الدولية وذلك بفضل الرؤية الحكيمة التي ينير بها جلالته الملك محمد السادس حفظه الله كل مصارات تطوري وازدهاري البلاد على كل الأسعاد وأغتنم هذه المناسبة للإشادة بالدينامية التي تشهدها ديبلوماسيتنا الوطنية بقيادة جلالة الملك والمؤسسة على تمتين الشركات الاستراتيجية وتنويع مجالات تدخلها والسعي باستمرار إلى تطوير وتحسين وتحسين الاندماج الاقتصادي المتزايد للمغرب مع مجموعة من الشركاء الدوليين بناء على مبدأ رابح رابح من خلال إظهار صدقية المواقف والالتزامات واعتماد مقاربة الاستثمار والتعاون الاقتصادي المنتج وتبادل التجاريب والخبرات فضل إطارة تجدر الإشادة بالعلاقة المتينة التي تربط المملكة المغربية مع أشقائها في دول مجلس التعاوني الخليجي والتي تطورت نحو جيل جديد من الشركات تم تتويجها شهر دجمبر الماضي بإبرام اتفاقيات تفاهم وإعلان شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة مع دولة الإمارات العربية المتحدة في تشزيد فعلي وحقيقي للروابط الاستراتيجية بين البلدين في أبعادها المتعددة على المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية والديبلوماسية والأمليا وهي مناسبة كذلك لتنويه بالمبادرة الدولية لصاحب جلال الملك محمد السادس لتسهيل ولوج الساحل إلى المحيط الأطلسي والتي من المنتظر أن تساهم بالنظر إلى الحكمة والوجاعة التي تتميز بها في تكريس البعد الإفريقي للمغرب وتحويل الساحل الأطلسي للمملكة إلى أفضل عفوا إلى فضاء للتواصل الإنساني وقطم للتكامل الاقتصادي ومركز للإشعاع القاري والدولي أسمح لي أن أعبر عن عميق افتخارنا بالمكان التي أضحى تحتلها المملكة على الصعيد الدولي بفضل التقى المتزايدة في بلادنا وصدقية التزامها الشيء الذي تشسته في الانتخاب التاريخي للمغرب على رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فضلاً عن تولي بلادنا رئاسة مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي إن هذه المكتسبات تشكل تتويج واعتراف حقيقي وواضح وصريح من المنتظم الدولي بالجهود التي كتبت لها المملكة المغربية تحت قيادة جلال المالي في سبيل مواصلة مصار تعزيز الممارسة الحقوقية والديموقراطية وتعزيز السلم والأمن الدولي وفي نفس سياق الحقوقي استغلوا فرصة الحديد أمامكم لتقديمي الشكر مرة أخرى لصاحبي لجلال الملك محمد السادس الذي تفضل بإقرار وترسيم رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدة عنها استكمالاً للمكتسبات التاريخية التي حققتها القضية الأمازيغية على عهد جلالته ولا يفوتني هنا تنوية بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلال المالي فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية وهو ما يعكس توالي الاعترافات من مغربية الصحراء كتتويج لوجاهة المقاربة الملكية في تدبير هذا الملف التي تتكذ على مقترح الحكم الذاتي كقاعدة واحدة ذات مصلاقية لوضع حد لهذا النزاع المفتعل وفي هذا الإطار نؤكد تجندنا وراء جلالة الملك في مواصلة التعبئة الشاملة وتقوية الجبهة الداخلية بالدفاع عن وحدتنا الترابية والتصدي لمناورات الخصوم وإذ نتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الكارتية في قطاع غزة التي خلفت آلاف الضحايا من المدنيين الأبرياء جراء العدوان الإسرائيلي فإننا ندعو إلى تغليب الحكمة والتبصور والوقف الفوري لجميع أشكال العنف لضمان سلامة المدنيين وتهيئة الظروف اللازمة لإحلال الأمن والسلم لكافة أبناء الشعب الفلسطيني وفي هذه الإطار نحيي جهود صاحب جلالة الملك محمد السادس نصار الله بصفته رئيسا للجنة القدس لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليين مناضلات المناضلين للأحرار حضرت سيدة السادة من عقادة المجلس الوطني هذا السنة في الزمن مع اقتراب استكمال نصف الولاية الحكومية الحالية في ضرفية وطنية تتميز بالمنح الإيجابي الذي يعرفه المصار التنموي لبلادنا المصار المدعوم بالجهود الحكومية لكالترجم حرصنا على الانتزام بالمسؤولية والوفاء بخيارتنا الاجتماعية واقتصادية بالفعل لقد عشنا مرحلة أولى من التجريب الحكومة الحكومية الحالية تميزت بتماسك أغلبيتها وأظهرت نجا كبيرا سمته تغليب المصلحة الوطنية العليا حيث كنت حريصا أشد الحرص على ضمان انتجام وتماسك الأغلبية الحكومية لتجاوز ما عرفته التجارب سابقة من تجادبات سياسية ضيقة وهو مكسب حقيقي مكننا خلال السنتين الماضيتين من تنزيل جل الالتزامات البرنامج الحكومي في ضرفية ميزتها العديد من الإكرهات إذ تمكننا بفضل التدبير المسؤول والمتكامل لعمل الحكومة والأغلبية من رفع تحدي التزامنا الجماعي بمواصلة ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار وتحقيق الازدهار الاقتصادي ولمواصلة هذا المساعد لابد لي أن أؤكد على أن المحل القادم لابد لي أن أؤكد أن المحل القادم تستدعي منا إظهار نفس الروح الإيجابية وضخ نفس جديد يظهر نطجاً أكبر واستحضاراً أكثر لتحديات الضفية باعتبار أن هذه التحديات تقتضي منا تجاوزات كل الأجندات السياسية لأننا مقبلون على سياق وطني ودولي كتحكم تغييرات عميقة وإكرهات التي هي متجددة سياق كيف اردع لنا مواصلة تنزيل أوراش الإصلاحية بنفس النجاعة الإرادية ومواجهة إشكال إشكالات معقدة على غيرات تدبير إشكالية الماء وتوفير المزيد من فرص الشغل لبناتي وأبناء المغاربة لربح مختلف الرهانات سيدة السادة أعضاء المجلس الوطني إننا ماضون بكل مسؤولية وعزم باستكمال مسيرة النماء والتقدم بقيادة جلالة ملك محمد السادس نصر الله ذلك أننا ولله الحمد خلال السنة الماضيتين بفضل التوجيهات الملكية السمية وعلى رغم من كل الصعوبات والإكرهات من تحقيق تحولات نوعية في مختلف المجالات الاجتماعية واقتصادية بفضل التنزيل الحكيم والمحكم للإصلاحات الهيكلية التي جرى إطلاقها في إطار ورش الدولة الاجتماعية التي يعتبر جلالة ملك مهندسها الأول وفاد السياق شكل إطلاق الحكومة للبرنامج الملك المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر لحظة تاريخية في مصاري بناء الدولة المغربية الحديثة إنه إنجاز توري تسعى من خلاله المملكة إلى تحقيق الكرامة العدالة الاجتماعية لكل المغربة وحماية الأسرة المغربية من تقلبات الحياة واليوم مع البداية الشهر أول مرة في تاريخ بلدنا من بعد الضغطية الكوبيد جوجل مليون وستمائة ألف للأسرة وصلت بين خمسمائة درهم وألف ومئتين درهم أنتم في الأقاليم الأقاليم ديلكم لا شك أنكم لبستوهد والمواطنين بالفعل لمسوا أن هذه الحكومة فكارات فيهم وفكارات أريدتهم وذيك الأسرة اللي محتاجة حسات أن الدولة كذلك كينا ووقفة معهم وبالليه هذه الحكومة عند كلمة ديالها وأنا شخصيا حرصته بشيكون السجن الاجتماعي وقانون ومتطبيق ديال القانون دياله هو الآلية الوحيدة لضمان الاستفادة من كل البرامج الاجتماعية حضرت سيدات السبا لقد كان هاجس هذه الحكومة منذ تنصيبها إرساء نموذج للدولة الاجتماعية في شموليتها باعتبارها خيارا استراتيجيا يشمل كل فئات الفئات والأسر المغربية على غير التقدم الحاصل في تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر كنا مع مطلع هذه السنة على موعد تاريخي للشروع في برنامج دعم السكن هو برنامج مؤثر بالتوجيهات الملكية السامية الهاتفة إلى تحسين ظروف عيش المواطنين من خلال تمكينهم من سكن يليقوا بكرامة المغربة وكتجد الإشارة أنه أكثر من 48 ألف مواطنة ومواطنين تقدموا بطلبات للتشجيل من الصديد لدعم السكن للحصول على هذا الدعم المقدم من عندهم وبنفس الإرادة والعزيمة واصلنا قيادة المجهود الجماعي مع مختلف الفاعلين لتحسيني الولوج العادل والمنصف للخدمات الصحية الوطنية واستدراكي التأخر الهيكلي المشجل في هذا المجال وفي هذا الإطار تمكنت الحكومة من استكمال المساطر التشريعية والتنظيمية المتبطة بإصلاح المنظومة الصحية ومواصلة تأهيل المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية للقرب والعمل على تطوير منظومة التكوين والتأثير لفائدة الأطور الطبية ومهنية الصحة كل هذه الجهود قد سهم بلا شك في تسهيل وسلاسة مصارات العلاج وتجاوز كل المعيقات اللي كانت يعيشها المواطنون من أجل خدمة صحية كتحفظ الكرامة ديرهم واستكمالاً للمجهودات الكبيرة المدولة لتأهيل قطع الصحة العمومية وضمان جودة العرض الصحي كانت الحكومة على موعد مع التاريخ بتنزيل ورش التغطية الصحية وتسريع من وطيرته على أرض الواقع حيث تمكننا مع ما تم سنة 2022 في احترام الأجندة الملكية من فتح باب الانخراج في خدامات التأميل الإجباري الإجباري على المرض لعموم المغاربة وضمان استفادة أزيت من 11 مليون مواطن في برنامج أيامو التدامون وتتحمل الدولة اشتراكاته الشهرية بقيمة 9.5 مليات يدرم سنويا مناضلي ومناضليات الأحرار لن أبالغ إن قلت لكم أن الحكومة التي أتشرف بقيادتها جعلت من سنة 2023 محطة مفصلية في تاريخ إصلاح المنظومة التربوية في بلادنا وحدثاً تورياً ستتذكره الأجيال المقبلة بكثير من الإشادة والتنوية ذلك أن إصلاح التعليم ليس بالأمر السهل كما يعتقد البعض كما أن تجاوز تركته التقيلة استدعى من التحلي بإرادة وشجاعة سياسية للتعاطي مع مختلف الإشكالات والجوانين سينصف التاريخ هذه الحكومة التي عبأت كل موردها وطاقتها للمضي قدماً نحو إصلاح عميق وشامل لا رجعة فيه للمدرسة المغربية وكذلك الجامعة الوطنية فعلى رغم من كل الصعوبات لرفقات انطلاق الموسم الدراسي لهذه السنة تمكننا ولله الحمد مع ما تم الدورة الشريعية الخريفية وخلال الأسبوعين الماضيعين من تنزيل كل الإطارات التنظيمية للمضي قدماً في تكريسي الإصلاح واختيارنا في الحكومة كان بالنظر للخصوصية الاجتماعية واقتصادية لقطاع التعليم أن يكون الإصلاح في إطار ديمقراطي تشاركي مؤسستي كتضمن آليات الحوار الاجتماعي التي أردنا من خلالها التي أردنا من خلالها إعادة التقى للمؤسسات وتغليب المصلحة العليا لأبناء وبنات المغاربة ومستقبل الأسرة المغربية عموماً وهي مناسبة لأحيي مختلف المركزيات النقابية المسؤولة على أحسيها الوطن وتغليبها للمصلحة العليا للوطن خلال مختلف مراحل وجوالات الحوار الاجتماعي الذي الحمد لله نجحنا في إعادة إحيائه ومأسسته مناضلي ومناضلة الأحرار إن الحكومة التي تشرف برئاسة ديالها حققت مكتسبات تاريخية لصالح الأسرة المغربية ستبقى راسخة في التاريخ السياسي والاجتماعي في الملكة حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق مبدأ الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية في مختلف سياسة ديالها وهو ما يتجلى بتكامل تدخلاتنا التي تهدف إلى النهوض بأوضاع الأسرة المغربية على اختلاف مستوياتها على غرار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر دعم السكان زيادة في الأجور ديال فئات عريضة من شغيلة في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي أو رفع من الحد الأدنى ديال السميق أو ديال السمك ديال الفلاحة وهذه كلها تدخلات وإجراءات لا يمكن أن تباشرها دفعة واحدة إلا إلا حكومة ديمقراطية اجتماعية كان التزامها منذ البداية تكريس أسس الدولة الاجتماعية في شمولتها حكومة حكومة تنبني حصيلتها الأساسية على شرعية الإنجازات المحققة لفائدة المواطنين والأسر المغربين حضرت سيدة الدفعة لاش كأنكم على وعين تام بالظروف والسياقات التي تحملها في مسؤولية للتدفع الحكومة ومن هذا المنطلق كنا ملزمين بتعبئة شاملة للتخفيف من أطال الأزمة على المعيش الوطني اليومي للمواطنين ودعم قدرة الشمائن فمنذ الاستقلال منذ الاستقلال لم تواجه أي حكومة مغربية أزمة مركبة ومعقدة كالتي عاشتها بلادنا في السنوات الأخيرة أزمة جزء منها مستورة بفعل الأزمة الصحية العالمية وتداعية الحرب الأوكرانية الروسية وجزء آخر داخلي مرتبط بتوالي سنوات الجفاف وكلة التساقطات المطارية وأمام كل هذه الصعوبات كنا حارثين على مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين والحماية من صدمات اقتصادية المتتالية كما عبأت الحكومة انفيذا للتعليمات الملكية السامية حوالي عشر مليار في إطار برنامج اجتعجالي لمواجهة أطار الجفاف وقد مكنت مختلف الإجراءات الحكومية الموجهة لاتخذها لمواجهة الإكرهات الضفية من تراجع معدلات التدخم بشكل ملموس حيث من المتوقع أن ننهي هذه السنة بمعدل لا يتعدى جوج فصلة خمسة في مياه ان شاء الله ارتباطاً بإشكالية المال فقد صارعت الحكومة لتدارك التأخر الحاصل في تنزيل عدد من المشاريع حيث قمنا في ظرف وجيز لم يتجاوز ثمانية الأشهر من إنجاج مشروع طريق السيار المائي رابط بين حوض سبوء وبرقاك لتوفير الماء الصالح للشرب لساكنة محوار الرباط وستواصل الحكومة تطبيقاً للتوجيهات الملكية السامية تنزيل البرنامج الاستعجالي لتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020 2027 من خلال مجموعة من المشارع المريكة بفضل اطار عملنا على تسريع وتيرة إنجاز محطات تحلية مياه البحر بالإضافة إلى العمل على التوفير وحدات متنقلة لتحلية المياه بالمناطق البحرية وتحلية المياه الجوفية بالمناطق الداخلية إضافة إلى ربط محطة تحلية المياه بالجوف الأسفر بالدار الوضاء الجنوية وربط سد دار خوفة لمدينة طنجة وستمكن هذه المشاريع في هذه الضغفية الخاصة من ضمان استقرار حاجية المواطنين من الموارد المائية خلال فترة الصيف المقبل ومتمنوا على الله خير إن شاء الله الله يحمله المناضي للأحرار والمناضلات بنفس الإصرار والعزيمة كانوا كانوا بنفس الإصرار والعزيمة كانوا بنفس الإصرار والعزيمة كانوا وصلوا مصار ترجيع الاستثمان عام وخاص باعتباره رافعا لإنتاجه التروة والخلق والشغن لما يضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة وعلى رأسها الفئات الشباب ذلك أننا واعونا تمام الوعي أن مختلف البرامج اقتصادية والاجتماعية التي تقوم بالحكومة في تنزيلها تطلب مالي استثنائي فمليت حملنا المسؤولين كنا حريصين على ضمان توازنة المالية للدولة والسلام وضعية المطر واقتصادية وبفضل المجهودات المدولة على مستوى تحصيل المداخل حققت مداخل الدولة ارتفاعا 6 فمية مقارنة مع 2020 مع تسجيل قريبا 3 فمية من هذا الشيء الذي كان طيبا في الوطف نوصل كما نوصل بتبات مجهود تقليص عجز الميزانية ان شاء الله كان طمحه بشيء في 2026 في الأخير المصارد في هذه الحكومة الحالية إلى 3.5 فمية العجز الميزانية وهذا سيء يمكننا من التحكم في مستوى الميديونية وفي نفس المصارد كالتواصل الدينامية الإيجابية للقطاعات التصديرية ما مكن من رفع نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 18 سنة 2022 إلى 84 سنة 2023 وهذا مؤشرات القطاع السياحي أرقاما تجاوزت بكثير ما حققته السياحة ما قبل أزمة الكوفيد حيث تمكنت الحمد الله بلادنا العام الماضي من استقبال 14.5 14.5 مليون و 500 ألف مليون سائح كرقم قياسي جديد خاصة بفضل تدابير الدعم الإرادية التي تم اتخاذها لإنعاش هذا القطاع استثمار النجاحات المتعددة التي حقتها بلادنا سيكون المغرب في السنوات المقبلة على موعد مع تظاهرات هامة وهو تأكيد واضح على أن المملكة المغربية تحت الحيادة الرشيدة لصاحب الجلالة أصبحت شريكاً موتوقاً في تنظيمي وتأميني وإنجاحي الملتقيات القارية والعالمية مناضلات وملاضلي لأحرار أيثم لقد كنت حريصاً منذ تنصيب الحكومة وبرغم من دقة المرحلة وخصوصية الملفات التي نستمد منها شرعية الإنزازات أن نمارس أدوارنا التنظيمية لكل أمانة ومسؤولية ومواصلة الدينامية الوطنية التي خلقها الحزب في الحقل السياسي الوطني والذي يشهد بها الجميع منذ سنة 2016 إن تصدرنا للمشاهد السياسي هو تمرت مجهود جماعي وعمل قاعدي مبني على التواصل وسياسة القرب التي ننهجها منذ المؤتمى الوطني السادس إن تصدنا للمشاهد السياسي لا يمكن قراءته من الزاوية العددية داخل معادلة العمل السياسي بل من خلال مسؤولية سياسية نعي جيداً حجمها وتقلي آتارها على مستقبل وطننا إن تصدر تصدرنا للمشاهد السياسي هو تأسيس هو تأسيس لمحالة جديدة تستجيب لمبادئ القرب وتخليق الحياة الحزبية الوطنية بل قد كان هاجسنا على الدوام الإصرار على دينامية القرب التي تجمعنا بالمناظنين والمناظلات وعموم المواطنين والتي تسستزت هذه السنة من خلال تنظيم المنتديات الجهوية للمنتخبين عبر ربوع المملكة إن هذه المنتديات الجهوية كانت بالنسبة لي والقيادة الحزبية كلا فرصة حقيقية لخلق جصور التواصل والإنصاط مع أزيد من عشر ألاف من المنتخبات والمنتخبين التجمعين الذين يمتلون تلت المنتخبين داخل البلاد دينام ومعرفة التحدية التي توجه هذه الفئة في بلوغ جماعات ترابية تستجيب لتطلعات المواطنين وتساهم في المصات المنوي التي تعيشه المملكة وإن مخرجات هذه الجوالات سيتضمنها عرض سياسي جديد نتمنى أن تشكل نقل نوعي في مجال التدبير الترابي والرفع من قدرات كل المنتخبين على اختلاف انتماءاتهم السياسية أغلبية أو معرفة شباب، نساء، ومناظر الأحرار إن لقاءنا اليوم هو فرصة لأعبر لكم عن اعتزازنا بالأضوات الدستورية والسياسية التي يقوم بها الفريقين البرلمانيين لحزبنا تماشياً مع متطلبات المرحلة وانتصاراً للقيم التي تجعلنا أكثر قرب من المواطنين والمواطنات ولقد ولقد أثبت الواقع والممارسة أننا كنا على صواب عندما قررنا إحداث هيئات موازية للحزب فمنذ المؤتمر السادس استطاع حزبنا بعد روح جديدة في العمل الحزبي وإعطاء نفس متجدد للهياكل والتنظيمات الحزبية نعم، فقد كنا على صواب عندما اخترنا ودع التقل في المناظر التجمعي وجعله قادراً على تحمل المسؤولية ولعب الأدوار التلعية في المؤسسات الحزبية وطنياً جهوياً إقليمياً وحتى محلياً لقد أثبتنا بالملموس أن مبدأ تجديد النخط وتخليق الحياة العامة من هاج ورؤية تجمعية مترسخة واصلنا عبرها تأكيد مكانة التجمع الوطني للأحرار الذي شكل على الدوام رقماً صعباً في المعادلة السياسية الوطنية نعم، نعم، إن تصدرنا للمشاهد الحزبي مجلش من فراغ بل نتيجة منطقية لرؤية واضحة كان شعارها الأساسي خلق جيل جديد من النخب الحزبية وهي القوة كذلك المستقبل الجيل الحزبي إن شاء الله أزيد من 10 ألاف شاب وشاب في مختلف الجهات والأقاليين 19 19 المنظمة موازية للحزب كتحتم بمختلف المجالات ما يفوق من 62% من البرناماني الأحرار يليجون أول مرة حبة البرناماني أكثر أكثر من 3,700 من المنتخبين الجماعيين الأحرار يمارسون لأول مرة العمل الطرابي عدد جديد هذا عمل كبير هذا هو العمل الذي جاءنا في 2021 بالإضافة إلى أن نستمنى النواب البرنامانيين إنش الشباب كينتمير لفيدرالية الشبيبة التجمعية فضح رجلنا في القول وبدون أي مركب نقص أن التجمع الوطني الأحرار بات يشكل مثالاً يحتدى به ومدرسة حقيقية لإنتاج نخب المستقبل القادرة على تحمل مسؤولية للتدبير ديالشاء العام وهو ما يجعلنا المعني الأول هذا يعطينا مسؤولية نحن المعني الأول بحماية وتحصين المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها في بلاد ديالنا لكن نحن اليوم مطالبين نحن مطالبين بمزيد من العمل اليوم نحن مطالبين بس نزيد ونشتغل في البرنامان في الجماعات المظلمات في الهيئات الموازية خاصة نجد التنمية الكبيرة ديالنا أكثر من قبل والهيئات الموازية سوف يجعل العديد من هذه المؤتمرات اللي باقي مدارو الشخص يديروا والعمل ديال التأطير والتواصل مع المواطن هو أول مهمة ديالكم اللي خصكم ديوها هذا الشيء ما يديش يديروا شيء حد خوارسكم ديوا انتم وأنا كم ما عرفتوا ديما تلقوني معكم ومرافقكم في هذا المجال هذا وخرجوا وخرجوا تكلموا مع الناس وبينوا الخدمة ديالكم المواطنين هذا الشيء اللي قمنا به يعني غا ما فيه سهل رخصكم تفتخوا به ودفعوا به بوجهكم حماراً لأنه نتيجة يجد إزالية سيدات السادة سيدات السادة أعضاء المجلس الوطني نحن اليوم كحزب وحكومة واعون بحجم الانتظارات التحديات لكتوجهنا مستحضرين في ذلك ثقة الأمانة التي قلدنا إياها صاحب جلال نصر الله وحجم التقى اللي وضعوا فينا المغربة وهو ما يفرض علينا المضي بالسرعة القصوى في تنفيذ مختلف التزاماتنا السياسية وتحويلها إلى واقع ملموس يصل صدار إلى قلب كل أسرة مغربية دون بيع الوهم للمواطنين أو ما نبعوش الوهم للمواطنين ولا نخاطبهم بالعواطف والأمنيات بل بشرعية الإنجازات ونحن اليوم ونحن اليوم بكل تقى ومسؤولية مستعدون لإستكمال هذا المساط المووي للمملكة تحت قيادة غشيدة لصاحب جلال الملك محمد السادس نصر الله وإيداه السلام عليكم قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي